اه اكون انا فول تيم في الدور الاولاني يحصل لاصابات كتير في الدور التاني او لعيبة تخرج من عندي هيحصل ايه بقى ساعتها اه مثلا طب هو كل التخطيط يا عم انا بقول لك شوف والله اصل ايه من نياتكم ترزقوه هو كل التخطيط بتاع تأجيل المتشاط تلاتة للزمالك واتنين للاهلي اه لما بعد الكاس الامم الافريقية كان ايه الهدف منه اتاحت الفرصة للزمالك انه فرجاني ساسي لرجع مش كده ده والله وربما وربما حرماني الاهلي من رمضان صبح اه مش كده اه الهدف التاني حصل ايه لعب رمضان ورجع فرجاني لعب لا اه جنش اهم من فرجاني بقى بالنسبة للزمالك اه جنش وصيب وصيب محدش يقعد يخطى تقول انا كيف استفيد اه انت تستفيد اني عندك تيم ينقس واحد ينقس اتنين ما تتهزش بالزبط ادي اللي سفادته بقى جدير ايه الجدارة هنا ايوا هون لما لعبت ويوميها الصبح تسجل لكابتن عبدالله السعيد عشان يلعب قدامي في يوم جمعة وخسرت الماتش هنقعد بقى نتكلم وان ما بترصدوش الحاجات دي اه اه مثلا دي انا بلعب بيرامدز مباراة مؤجلة ويسجل اللاعب يوم الجمعة الصبح كل نتك تستفيد ما نوع خلاص يا انت فرقيتك جاهزة تحقق الفوز يا مش جاهزة تحقق الفوز يا يطلع لك بقى تحكيم اعلان بوربنا عموما طبعا اي حد من حقه يلجى يعني حق التقاضي ده حق مكفول لكن احنا بنكلم على الحيثيات والمنطق وحفظوا الحقوق لانه في الاول وفي الاخر الهدف من القضية مش حفظوا حقوق الهدف اهدار حقوق لانه انت بتحفظ حقوق مين بلاغ زي داء او شكوى زي دية او دعوة زي دية ايه الهدف منها اغازت الاهلي لا اكثر ولا اقل لانك عايز تحفظ حقوق الزمالك طيب ما الزمالك اللي انطبق على الاهلي انطبق على الزمالك وانطبق على الزمالك الموسم ده والموسم اللي فاتت وعلى كل الاندية هو الاختر الاختر شيء وده ما درسوش لو لو كسبت عضيتك دي الزمالك حيلعب افريقيا فين في الكونفدرالية ولا في دور الابطال لا دي حاجة الحاجة التانية هو الاهلي لما تأجلت له المؤجلات دي كلها كان طرف ولا مجاملة ولا هدية للاهلي احنا عرضنا على مدار فقرة طويلة جدا ايه اسباب المؤجلات وقلتلكو ارجوكو ما اسمهاش مؤجلات اسمها اعادة ضبط معيد وشوفنا وقتها انت حاطت جدول بتقول اللي قال يوم تلاتة اكتوبر يلعب مع طلاع الجيش تتعمل قرعة افريقيا تلاقيه في يوم تلاتة اكتوبر المفروض تكون في دولة افريقية وريني حلها التعارض اللي حصل وده كده حتى للحاجة عامل حسين رئيس لجنة المسابات اللي قدم استقالته بنشكره على كل اللي عمله لكن انت حطيت جدول موسم مضغوط موسم استثنائي ارتباطات للمنتخب فجأة بقى التعارضات شديدة جدا لدرجة انه كان في بعض الحالات في نفس اليوم عايز تلعب هنا وتلعب المفروض في افريقيا او عايز تلعب مباراة في الدوري والمنتخب ياخد لعيبتك بعد ما التصادمات الكتيرة اللي حصلت في الموعيد كان لازم لجنة المسابات تعيد ضبط الموعيد هتقول لي مؤجلات مؤجلات يعني هي مباراة واحدة اتأجلت للاهلي مع الجونة كان يمكن للاهلي ان يؤديها وما طلبش يتأجلها اتجلت لاجنة المسابات لانه لقيت نفسها مضطرة اتأجل للمصري كان مسافر الجزائر فقالك بالمرة عشان ما حدش يقولش معنى دي المباراة الوحيدة اللي اتأجلت للاهلي الاهلي والجونة غير كده ما بين تعارض مع الاجندة الافريقية بتاعت المنتخبات او تعارض مع معيد المباراة الافريقية او البطولة العربية كل هذه التصادمات قدت الى هذه التأجلات عشان نلاقي حد يتلكك ويقولك يرفع دعوة ويسحب اللقب كمان الا بالمناسبة هو الدرع فين انت فكرتين يعني يسحب الدرع الذي لم يتسلمه الاهلي مش كان مفروض فيه احتفالية كبرى باحد الفنادق عشان متحرم حتى الجمهورة من المتابعة الميدانية فين فين الدرع وفين الاحتفالية راح فين الدرع سؤال ما مصير الدرع عايزين تسحبه اللي انا ما استدمتهوش طيب اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة كلام مهم جدا في ترتيب اوضاع البيت الكروي بعد الفاصل